السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي الغاليات مرحبا بكم في قناتي وقناتكم مرا مروز كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة وأحوالكم طيبة إن شاء الله إن شاء الله اليوم غادي نحاول نشارك معكم وصفة لي أكثر من رائعة وصفة لي منع تساقط الشعر وكذلك هاد الوصفة هادي كتقول لنا الشعر وكتقول لنا الشعر إذن فهذا الوصفة هادي غادي نحتاج للشيبة الشيبة البنات مفيدة جدا للشعر يعني كتقلل لنا من تساقط الشعر وكتمائل لنا الفارغات وكتنشط لنا الدورة الدموية وكتطول لنا الشعر يعني صراحة جيد مفيدة للشعر وغادي نحتاج كذلك ورق سيدنا موسى أو ما يسمى بورق الغار كي ساهم في التخلص من القشرة وكي عاجلنا التهابات فروة الرأس وكذلك غادي نحتاج للحرمل للبنات راح غني عن التعريف كي قوي لنا الشعر وكي منع تساقط الشعر وكي زيد من الكتافة دياله وكي غادي لنا بصيلة الشعر وكي كافحة الصلاة وغادي نحتاج كذلك الزعتر يعني الزعتر كي نبت لنا الشعر والفارغات وكي قوي الشعر وكي خلي فيه واحد الحيوية وكي رنشط لنا الفروة دي الرأس وكي غادي بصيلة الشعر وكي عاجل حتى القشرة دي الرأس يعني هاد الزعتر هادار غاني بالبوتاسيوم والورد حتى هو وراها غاني عن التعريف وكي غادي لنا الفروة دي الرأس يعني صراحة رائع رائع لبنات غزال بزاف للشعر حاولوا دائما تحاولوا تستعملوا في الوصفة دي الرشعر ديالكم كيف ما شاهدتوا معي لبنات شعدنا فقط خمس مكونات الشيبة وورق صيدنا موسى والحرمل والزعتر والورد والان غادي نحاول نجيب واحد الكاسرول اللي غادي نحاول نضيف فيها هاد المكونات هادو بخمسة بيهم الاول حاجة غادي نحاول نضيف الشيبة كيف ما قلت لكم البنات الشيبة غزالة غزالة بزاف للشعر يعني كتماعنينا تساقط الشعر وكتقوي الشعر وكتقلل لنا من كذلك ظهور الشيب وكتنشط لنا الدورة الدموية وكتطول الشعر صراحة نشيبة البنات غزالة بزاف للشعر وغنضيف كذلك وورق صيدنا موسى او مسمى بورق الغار حتى هو البنات غني عن التعريف راها كيقوي لنا الشعر وكيساعد في إنبات الشعر من الجودور وكيعاج لنا تساقط الشعر كذلك وكيساهم بشكل كبير في تخلص من القشرة وكيعاج لنا التهابات فروض الرأس صراحة رائع البنات وغادي نحتاج الزعتر اللي صراحة كي نبت لنا الشعر والفراغات وكيقوي لنا الشعر وكيخلي فيه حيوية وكي نشط لنا الفروض الرأس لأنه غني جدا بالبوتاسيوم والمغنيزيون وغادي نحتاج كذلك البنات الورد يعني الكمية كتبقاها حسب الرغبة والآن غادي نحاول نأخذ الماء يعني كمية من الماء اللي غادي نحاول ندفعها لهاد الأعشاب اللي درت على هد الشكل هذا شك وغادي نحاول ندفع الوصفة ديالي على نار اللي تكون مهيلة حتى يبدو تتربخو ليه مزيان هاد المكونات هادو وكي تبدلي اللون ديال الماء فما عطلاحظو معاي هنا يا حنا كنلاحظو أن اللون ديال الماء تغير يعني جميع دوك الأعشاب تلقوا لنا في هاد الماء صراحو حد الرائحة رائعة كنشمها دابا فن ما شاء الله هنه من بعد ما زولت الوصفة ديالي على النار وخليشها بردات مزيان كما لاحظو معايه غادي نحاول الآن نأخذ مصفات اللي غادي نحاول نصففها هاد المكونات هادو هناك كان نكون خذية الإناء ديالي ومصفات كما كتليكم اللي غا نصففها هاد المكونات هادو على هاد الشكل هادو ها والآن غادي نحاول نأخذ أي بخاح عندكم وأرجو نصفف الشجو المصففى هاد أخذ ستغرظ سأخذ ستغرظ سوف نقوم بإستخدام هذه الوصفة نستعملها جوج مرات في الأسبوع لمدة 3 أشهر قبل نوضع الوصفة على الشعر دروري تغسلوا شعركم نوضعها على الشعر مخصول وناشف يمكننا نوضع هذه الوصفة لتنجح معنا هنا وصلنا إلى نهاية الفيديو أخواتي نصحكم تجربو هذه الوصفة لأنها جيد رائعة في شاكوية الشعر ومنع تساقطه وكتمنحوا وحد صحة وحيوية ولمعان وكتزولنا القشرة وكتنشط لنا الفروة الرأس إذن أخواتي نلتقي في فيديو آخر مع وصفة جديدة إن شاء الله شكرا جزيلا على المتابعة دمتم في رعاية الله وحبه